انطلق الملتقى الدولي للعلاج بالموسيقى خطوات ملهمة افتراضياً وتنظمه مدينة الشارقة لخدمات الإنسانية بالشارقة بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في هذا المجال المزيد من التفاصيل في التقرير التالي العالم يخطو في الشارقة بخطوات ملهمة تلك الخطوات هي عنوان الملتقى الدولي للعلاج بالموسيقى الذي انطلق بمشاركة 22 متحدثاً من 12 دولة عربية وأجنبية ويهتم بشكل أساسي بدور وأهمية الموسيقى في علاج دو الإعاقة لما أثبته من فعالية وجدوى نحن لقاء وتبدل ثقافي وعلمي مهم نحب المنسبة نشكر القائمين على هذا البرنامج وكل المتدخلين في هذا البرنامج لأنه شيء يشرف البلدين العربية وإن شاء الله يكونوا فيما التوصيات ونعملوا بتوصيات هذه وتكونوا عليك بالموسيقى يعني يتعمم في كافة البلدين العربية مثل هذه المنابر العلمية والمحافل حقيقة التي تخول لنا جميعاً الاستفادة من أحدى التقنيات العلاجية حول العالم لنتمكن استفادة منها وإدراجها في عالم العربي ونشكر حقيقة كل الساهلين والقائمين على هذا الحدث على كل التعاون وعلى هذه الفرصة حقيقة لتعزيز مثل هذه المبادرات ولتبادل الخبرات أوراق عمل الملتقى ناقشت أربعة محاور رئيسية هي تطورات العلاج بالموسيقى والعلاج بالموسيقى للأشخاص ذوي الإعاقة كما ناقشت العلاج بالموسيقى في المجتمع والعلاج النفسي بالإضافة للمجال الطبي بهدف تحسين مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لهذه الفئة وتحقيق إمكانية التقائهم من خلال النغم يأتي هذا الملتقى للتركيز على أهمية العلاج بالموسيقى في تأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة وتعزيز الصحة النفسية لديهم لأخبار الدار سعود الكتبي الشارقة